الى متى سنظل مشردين في الأرض مختبئين في الجبال وفي جزر بحار آن الأوان أن نكون أسياد الأرض من جديد ولن يتأتى هذا إلا بالانضمام إلى إبليس وجيشه نعم لقد وعدنا بالنفوذ والسيطرة على هذه الأرض بمن فيها نحن أصحاب الأرض وأول من وجد عليها وآدم وبنو يزاحموننا أرضنا أيها الجمع إبليس يمنيكم الأمانية الكاذبة يخدعكم وقد حكم الله عليه بالطرد واللعن ومصيره جهنم هل تريدون أن يكون هذا مصيركم أيضا؟ أفلا تعقلون؟ نحن لا نفكر إلا في حياتنا على هذه الأرض نعم نريد التمتع بنعيم الدنيا وزينتها إنك تتحدث إلينا يا سميا وكأنك ضمنت مصيرك في الآخرة أمعك سك من الله بأن مصيرنا هو النار وأنك ستكون في الجنة ونعيمها؟ ما لك سكت يا سميا؟ أنا أعلن عليكم أني ذاهبة إلى إبليس ومن يرد الانضمام فليأتي معي خسئت يا ملعونة اذهبي وحدك لا شأن لك بأحد خذيني معك يا عينة فأنا أيضا سئمت هذه الصحبة وأتشوق لرؤية إبليس العزيز لقد جننتما بالتأكيد ألا تستمعان لصوت العقل أيتها المعتوهة؟ من هذه التي تتحدث؟ زيتونك؟ لم يبق إلا أنت كي تنصحينك فليذهب معكم من يريد أن يذهب اذهبوا إلى هذا الإبليس فستحشرون معه هو وكل من اتبعكم يا ابنتي لا فائدة من الجدال معهم دعيهم يذهبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيندمون حيث لا ينفع فدم قبيل؟ ماذا تفعل هنا؟ أنتظر عودتكم الميمونة لقد وقع هابيل من الشجرة وأصيبت قدمه هذا ما أخرنا؟ أهذا ما أخرنا؟ أم إطعامك له في فمه بيدك يا مختار؟ هل كنت تتبعنا وتراقبنا يا قبيل؟ ماذا بك يا أخي؟ أراك متحفزاً تجاه أخيك هابيل ماذا دهك؟ لا شأن لك يا أقليبا هيا، أعطني هذه الثمار لقد تمكن منك الشيطرة من قبيل؟ روح معك يا روح روح مع السفاوه راح انظر وتعلم يا من أغواه إبليس وخدعه هؤلاء أبناء أهدم يعمرون الأرض ولا يخربونها وهذا آدم معهم يساعدهم آدم الذي خلقه الله ليكون خليفة في الأرض أمينا عليها داعيا إلى الله ولكن الله قد كرم آدم وأمر الملائكة بالسجود له ولم يأمر الملائكة بالسجود لنا هل جننت أيها الشقي؟ إن الله لا يسأل عما يفعل ولكن هذا أثار غضبنا غضب من؟ هل تتكلم باسم إبليس؟ ليس فقط باسم إبليس لكننا قد تجمعنا حوله لبئس ما اجتمعتم حوله أيها المأفون وبما يأمركم زعيمكم يا مسكين إفساد أخلاق ومعتقدات بني آدم وماذا سوف تستفيدون من ذلك؟ لكي يرضى عنا إبليس لكي نعلوا في ملكه إني أشفق عليكم أيها المفسدون إن الله خلق آدم ليعمر الأرض لا ليفسد فيها مثلكم ولن يجعل لكم عليه سبيله قل واشرق وتمدع يا آدم لا أحتنيكا ذريتك سأقوم له كل مرصد ستكون لي أن عيدة ذرية تملأ برد وأتباعوا يقتمرون بأمري ويفسدوا عليكم حياتكم قل لي أيها الجن المخلص وأشر علي سمعا وطاعة يا إبليس أريد أن تكون لي ذرية كما لآدم هل ترشح لي وحدة من إناث الجن؟ حسنا فلتخطر من تشاء من إناث الجن فأنت ملكهم هذا أنت أيها المخلوق الترابي أنت من كرمك الله؟ وأمر الملائكة بالسجود لك؟ نعم هذا هو آدم سيدي إبليس؟ ما اسمك أيها الجنية المخلصة؟ خادمتك المطيعة غندور لقد سمعت ما قلتي وأنا فخور بك وسأعتمد عليك في جمع المزيد من الأذباع وكذلك في أمور أخرى سأبلغك بها لاحقا سيدي عليك الأمر علينا الطاعة ستجدني رهن إشاراتك دائما أخي قبيل يجلس وحيداً فيما تفكر؟ أهلاً بك يا لبودة إني أستريح قليلاً من عناء العمل أعانك الله يا أخي يا لروعة النهر إنه فعلاً يستحق التأمل ماذا تفعل أنت هنا؟ مهابيل هناك مع إقليمة إقليمة؟ أخي، ماذا حدث؟ قبيل، إلى أين أنت ذاهب؟ لماذا تركني فجأة هكذا؟ هل، هل قلت له شيئاً أغضبه؟ ترى، ماذا بك يا أخي قبيل؟ ماذا بك؟ ماذا تفعلين تحديوك دائماً؟ بسيطان